يعني مثلاً أستاذ وحيد حمد في ناس كتير جداً يعني نسيت له إنه عمل أحلام الفتاة الطائر وعوان الورد عوان الورد البشاير أيه كمان الجماعة بلزبط صحيح وحيد حمد لما توفى الله يرحمه أنا كتبت عنه فبرغم إنه كتبت بشكل بانورامي حاولت برضو مظلموش إن أنا أعمل نوع من الإحصاء لكل اللي كتبه لكني غصب عني غصب عني لقيت نفسي بركز على السينما لأنه هي هي الحسبة هو يعني رايح فأنت جاء أكتر يعني الكفة ميلة فيه فالكفة عنده ركحة جداً في السينما فالتقييم بيبقى حسب العنوين الرئيسية هذا الكاتب الكبير العنوان الرئيسي عنده السينما عمل مسلسل الجماعة أكثر من رائع أكثر من رائع وهو كمان بيتميز بحاجة ودي قلمة جداً في كاتب يعني بعينه فكرة التأريخ يعني لما كتب مسلسل الجماعة ما كتبش من الزاكرة ما كتبش من واقع ثقافته الشخصية ما كتبش من واقع رأيه هو في هذا الطيار جاب وسائق ومكسندات حتى لما دخل في جدل مع المناوئين ليه رد عليهم بالوسائق بالمستندات وأحلهم إلى مراجع ارجع الكتاب كذا ارجع الكتاب كذا ارجع الكتاب كذا فألجمهم وكان قبل غرد أنه مش جايب من عنده أنه تاريخ هو البطن فهو ده اللي بيميز مثلاً الكاتب وحيد حامد وحيد حامد كمان حتى في السينما مشتبك يعني إذا كان أسامة أنعو روكاشا مشتبك مع القضايا الاجتماعية في الدراما تلفزيونية وحتى في السينما برضو اشتبك مع السياسة وكذا لكن وحيد حامد بيشتبك مباشرة مع السياسة وأي حاجة تانية تيجي على خلفية هذا الاجتباك يعني فيه صلة وطيضة ما بين القضايا الاجتماعية والقضايا السياسية مش منفصلين يعني أصل السياسة هو اجتماع فوحيد حامد كان عنده هذه الفطنة وعنده هذه الرغبة وهذه القدرة أنه يشتبك ويطلع في النهاية بفورن درامي أو سينمائي أي أن كان محكم جداً وقوي جداً جداً ومقنع جداً جميل جداً